اهلا بكم في تريند هل تذهب مصر لا قدر الله الى لبنان ده امر طبعا لا نتمنى لكن اللي متابع بدقة اللي بيحصل في البنوك المصرية بيشم رياحة السيناريو اللبناني اللي انتهى بالافلاس بعد عجز البنوك عن رد ودائع وفلوس المواطنين ده لا نتمنى لا نتمنى على الاطلاق لكن في خطورة الموضوع بقى في حاجة في مصر وفي الوقت اللي الدولة بتشجع المواطنين ويطلع الوقت يوسف حسيني يقولك سلم الدولار اللي معاك مش عارف قبل خمسية ستمبر وبعد كده يطلع احمد ابو عشيمة يقولك سلمني الدهب اللي مع الستات المصرية في الوقت ده بتتصعد شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل او تعامل البنوك معاهم خصوصا بعد او خصوصا بنك مصر تحديدا زي ما نشرت صحيفة عين او موقع عين نشر مواطن يشكو من خدمة بنك مصر بيسرقك ويخليك تلف حوالين نفسك شغور عشان حقك يرجع البنوك بقت عزبة ومش عليها رقابة ايه بقى؟ ايه بقى الموضوع؟ خلينا نشوف الموضوع قصة واحد مع بنك مصر كتب الراجل ده بيقول وده اللي نشر كتب وبيقول بنك مصر اسوق بنك ممكن تعمل معاه رحت صحابة مبلغ عن طريق فودافون كاش جات لرسالة على المواهل انه تم السحب بينما شاشة الصرافة زي ما هو واضح بالصورة اه مفيش حاجة يعني دخلت المدير ببنك مصر قال لي مش مشكلتنا اتواصل مع فودافون مش معنا ولما وضحت له ان معايا الصور بتوقيب تثبت بملادع مجل الشك انه في مشكلة في السلسل عندهم ولو كلف نفسه دقائق راجع هيتأكد من كلامي رفض ان يرد علي ده اللي كتبوا الاخ ده لكن واضح انها مش مجرد شكوى او مش هاني بس او مش الراجل ده اللي اشتكى بس من خدمة بنك مصر كمان حساب باسم احمد اتكلم عن تقييد حسابات المواطنين في البوص ده احمد بيقول كل اللي عنده حساب بالدولار او الاغلبية تم تقييد حساباتهم بحج التحليس البيانات خاصة المغتربين لازم ينزل يخسر عشان يوقع توقيع او يرفق بيان اي حد واللي بيقول اي حد عنده حساب بالدولار تم تقييد حساباتهم خاصة المغتربين ده مش كلامي حسام كمان كتب عن تردي خدمة العملاء في البنك فكتب ويقول انا بقالي ثلاث يام او الراجل بيقول بشانة ودي كلها كلامها انا بقالي ثلاث يام عندي مشكلة في كارت بكلم خدمة عملاء بنك مصر افضل اسمع فغنية انا ابن مصر غاية ما تخلص وبعدها الخط يفصل ومكالمة مع الرد الالكتروني حوالي 10 دقايق وبترسي على ان الخط يفصل لغاية ما كرهت الغنو او البنك ومصطفى حجاج نفسه حتى سيستم البنك الالكتروني فيه مشاكل والناس اشتكت منه زي ما كتب حساب باسم بسام اللي بيقول بعيدا عن موضوع تسريب معلومات عملاء البنوك لكن المؤكد ان فيه مشكلة كبيرة في سيستم بنك مصر في فترة اخيرة حصلت معايا في تطبيق البنك الالكتروني وفي المحفظة الالكترونية المضحك بقى ان مشكلة بنك مصر دي جاية في الوقت اللي رئيس البنك نفسه الاستاذ محمد الاتريبي طالع بيشجع الناس انهم يدخروا اموالهم في البنوك وقال ان ادخار الاموال في البيوت حاليا خسارة لاصحابها بعد رفع الفوائد على المدخرات الدولارية ومن قبلها الشهادات بالجنيه نسمع على استاذ محمد الاتريبي لانو الناس اوقت كان فيه ناس شايلة في روسها في البيوت وتقول لك انا هاخد 2% هاخد 1.5% لا دلوقتي هياخد 5.30 وياخد الفوائد شهري او ربعي بنوية او كل 6 شهور فعندهم المميزات دي ودي طبعا شهادة مميزة واللي شايل فلوسه في البيت ده شايل دولار ولا شايل جنيه لا واللي شايل فلوسه في البيت فيه اللي شايل دولار وفيه اللي شايل جنيه بس اللي شايل جنيه ده بتقلم هيحطها في البنك هياخد كان فيه شهادة 18% وكان فيه شهادة الـ 14% كل 30 سنين مزايد موجودة طبعا يعني مش هيحطوا فلوسه في البيت ويقدر ياخد كان 18% و14% لو حطيتها 3 سنين باي فانا مساعدة المواطن اللي عنده فلوس في البيت دولار او المصرين اللي بره مش كده المصرين اللي بره المصرين اللي بره بنعمل لهم ان شاء الله شهادة في القريب العاجل بمميزات كمان للمقترب ان هو يقدر يبدع شهادة في بيت حسابه في بنك مصر البنك الاهلي اي بنك ويقدر يتمتع الأستاذ محمد الأتريبي رجل محترم ومن عيلة محترمة قيلت الأتريبي دي من الده أهلية وشخصيات محترمة هم منازمين عيلة الفئي بالمناسبة وهم برضو منازمين عيلة خطاب وهو رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك في مصر وفي نفس الوقت اعلن محمد الأتريبي اللي هو بيشتغل مش رئيس بنك مصر ده رئيس اتحاد البنوك بأعلن انه تقييد سحب الدولار من خارج مصر وقال أن يتقييد السحب النقدي بالدولار اهو تقييد السحب بالدولار خارج مصر للحسابات بالجنيه المصري يعني إذا انت مصري عندك حساب في مصر بالجنيه وعندك حساب بالدولار هيتقيد حسابك ده إلا أنا فهمته من كلام ده اللي أنا فهمته من كلام السيد محمد الأتريبي طلع إعلام النظام على نغة ما واحدة ما الجو أسوري مش هيدي يدافع عن قرار تقييد سحب الدولار بالخارج وقالوا إن السبب هو إن المواطنين بيسيقوا استخدام الدولار نسمع بقى ميكس كده شوية كشري ما كارونا على رز على صلصة على عاتس وما بيتكلموا في القصة دي سوق الاستخدام الاستغلال اللي بيجي من البعض عشان هتكسب كم أنت بتكسب كم من دم البلد هتكسب كم لما تسافر وتحاول أن أنت تاخد لك مثلا عايز تكسب لك كم 2000 دولار في الليلة 3000 دولار في قصة في كل القصة دي إيه فكرة أنك بتكسب أموال في وقت أنت عارف أن البلد محتاجة دولار عشان أمح وعشان دواء وعشان قطع غيار وعشان 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 فأنت عايز تكسب 3000 دولار ده بمخالفة للقانون يعني أنت ممكن يكون شكله القانوني سليم أن أنت بتروح تسحب من الفلوس أو بتسحب بالسعر الرسمي وبعدين تروح تبيعه بسعر غير الرسمي دلوقتي ده بيبقى دائماً وقت تجار العملة وده الوقت اللي بنحذر فيه من تجار العملة أنهما يظهروا لما بتجي تصرف برا بتصرف بعملة البلد مش بتصرف بالجنيل مصري مش معنى أنه موفر لك هذه السهولة وطبعاً ده بيقول لك قال لك آه ما شفته أصل البلد داخلة البلد عندها الدولار ده النهاردة عايز تحفظ عليه عشان الأكل ما عندي مش مشكلة البترول ما عنديش مشكلة عندي لسه بس ثورت حاجات مش كده طب الأولويه إيه النهاردة يعني سايب الدنيا على البحر كده هو فيه كده فأنت بتحاول تعمل تدبر حالك لا هو فيه كده وفيه كده وفيه كده بس ناخد الفيديو من أوله عشان فيه كده قالت لي آآ أحمد موسى قال إيه في أول الكلام أول كلام وكده بالزبط ماشي مية خليفة خلاص بس وقف فينا آآ إلعب إلعب بقى بلاي دوس بلاي مش معنى أنه موفر لك هذه السهولة بس وقف فينا موفر مين ياه دفلوسو تخيل الجنان بيقول لك إيه مش معنى أنه موفر لك دي فلوسو دي دي فلوس واحد راح اختار بنك وحط دي فلوس بنك في مصر والبنك ده ليه فروع في أوروبا أو يعني ما عنده المقصة بتاعة البنوك فأحمد موسى طالع يقول لك مش معنى أنه موفر لك سيولة فأنت هتستغل لك كده دي فلوسو يا أحمد ما هو ده اللي حصل في لبنان هو ده بالزبط دي فلوسو ده مواطن اختار بنك يحط دي فلوسو أنت ما جبتش عليه عشان تقوله مش معنى أنه أنا موفر لك موفر إيه أروح أي بنك تاني في الدين ده دولار يا بابا ده دولار غزى العالم كله بس هي دي العقلية اللي بيتدير مصر واحد اشتغل يا رجل ده أنا معايا حادثة أنا ممكن أجيبها لك يا علي دلوقتي واحدة اشتغلت برة في الخليج موظفة مدرسة حاجة كده وراحت يعيني كل سنة تشتري دهب في دهب والستات بيحبوا الدهب وكمان الستات في الخليج بتحب الدهب أكتر دخلة هي مصر المدام بالدهب اتقلشت ومعايا الصور القبض على سيدة تحاول تهريب دهب دهبها بتاعها هي خلصت شغلتها في الخليج ورجع مصر بعد سنوات من الغربة قال لي شو أمن الدهب وحطيني الدهب قدام يعيني موقفينها كده القبض على سيدة كانت تداء والحلقان على غواج بتوعها نفس العقلية دي قالك مش معنى أن أنا موفر لك سيولة لا ده غزب عنك أنا روح بنك تاني كل بنوك العالم تتمناني أنا دولار يا أبا بس طبعا اللي بيحصل ده مش من فراغ ده دليل على وجود أزمة في البنوك المصرية وتحديدا أزمة في توفير عملة الدولار وده اللي أكده مصدر اقتصادي الموقع اسمه مدى مصر الموقع هو البنوك تخفض حد سحب الدولار من خارج مصر ومصدر بيقول لها دليل على وجود أزمة بلاش مدى مصر نروح لرويترز رويترز لمفسها قالت أن هناك تجديدات من البنوك المصرية على عمليات سحب العملات الأجنبية لأنها تعاني من نقص الدولار صدر رويترز مصر تعاني من نقص الدولار تجديدات على عمليات سحب العملات الأجنبية من بطاقات الخاص من مباشر والبطاقات الاقتمانية الناس على السوشيال كمان اعتبروا أن قرار البنك بالتقييد على السحب الدولاري هيجيب نتائج عكسية ويخوف الناس أكتر على فلوسهم في البنك وده اللي كتبه حساب باسمه أحمد أحمد اطلع يا أحمد ما تخافش أحمد بيقول القرار ناتجه هتبقى عكسية وبدل ما يحافظ على تقديل المسحوب من العملة هيبقى فيه ضررين هيخوف المودعين من نقص العملة في البنوك وهيسحبوها من البنك ومحدش هيودع دولارات تاني أحمد أقف معاه عشان كده تلقى الأستاذ المحترم محمد الأتريبي رئيس بنك مصر ورئيس تحاد بنك مصر عاملين شهادات بإغراءات للمصرين اللي برة عشان الشهادات بالدولارات هم عايزين يليموا الفلوس دي بعض الناس بدأت تتخيل فعلا إنه فيه سناريو لبنان وإنه فيه شح في الدولار وده اللي كتب حساب باسم آسر تقريبا كتب حساب الحساب ده بيقول آسر أنا واحد من الناس أقسم بالله العظيم لو ربنا كرمني وحوشت مليون جنيه من عشرة جنيه عمري ما حطهم في البنك حطهم في البيت ولما جددوا الرخصة أبقى أشوف أي حد يتفعلي وياخدهم كاش أضمن منين أنا مفيش دولار في البلد والاستيراد واقف وكل حاجة في يوم بتغلى هو لو البنك حجز على أرصيدة الناس زي لبنان الناس هتعمل إيه ساعتها ابني على كتفي ودور عليه حبيب يا آسر على فكرة يا آسر من أسبوع أنا قلت الكلام ده إن فيه سيدة محترمة ابنها بيتعلم برة راحت تحوله ألفين دولار قالوا لها مدام مالكيجر خمسمائة دولار قالت لهم خمسمائة دولار عم بيهم إيه ده الوقت عايش برة وبرة غلي والدنيا بقت ولعة الراجل قال لها قابلة المدير قال لها حد في البنك قال لها بص يا مدام نصيحة إسحاب فلوسك من الدولات من البنك مدون تاني شارك في نفس الكلام وبدأ يحكي تفاصيل السيناريو الكاريسي وبيقول المشهد في مصر المشهد في مصر يذكرنا بنفس الذي حصل في الجنان تراجع كبير في سعر صرف الجنيه عجز كبير في ميزان المدفوعات تخطى 25 مليار دولار عجز كبير في الموازنة تخطى 20 مليار دولار هل يتم السطو على وداع الناس في الدولار مش أنا والله الحسابة هو فلس كريني يا صالح الله يخليه مش أنا عشان ميقولكش محمد ناصر يشيع روح انهزامية مع الناس وإنه بيقول للناس ما تحطوش أنا مالي عم أنا مالي وما نجحش الوجع لهم ده الحقيقة إجراءات كتيرة خالتها البنوك المصرية في الفترة الأخيرة من فكرة تقييد السحب على الدولار والناس اشتاكت ترجمة نانسي قنقر